تعالوا بقى نروح للماتش الاخير اللي كان مهم جدا الحقيقة واللي فاس فيه النادي الاهلي على امبي بثنائية نظيفة الماتش ده كان يوم الخميس اللي فات والاهلي كان تقريبا مسيطر تقريبا طوال احداث هذه المباراة وشكل قوي جدا الحقيقة وكان عندنا كمان اكتر من فرصة ان احنا نزود عدد الاهداف لكن للأسف تم اهضار هذه الاهداف يعني بسبب عدم اتقان اللمسة الاخيرة لكن نرجع ونقول ان العبرة في نهاية الاحوال هي النتيجة المحصلة نهاية انت بتطلع بيها مع نهاية الماتش وعايزين نفضل متصدرين لجدول الدولي في النهاية فزنة بعد ما تقدم النادي الاهلي بالهدف الاول في ديئة 59 من محمد مجدي افشا لما استلم تمريرة من عمر السلية كانت تمريرة الحقيقة حاجة ساحرة وراوخ بعد كده حارس انفي وسدد في المرمى وبعدها اضاف اليو ديانج الهدف التاني في ديئة 77 بمجهود فردي خالص بعد ما روخ تقريبا كل دفاع فريق امبي وسدد ضربة قوية في الشباك بكده يكون النادي الاهلي رفع رصيده للنقطة 30 يعني الحمد لله مازلنا متربعين على صدارة جدول ترتيب الدولي فيما تجمد رصيد امبي عند النقطة 10 وبكده يعني الجولة الـ 12 من منافسات بطولة الدولي تكون انتهت ومنستعد للجولة 13 والبداية فيها هتكون مع منافس قوي وهتكون ان شاء الله لقاء قوي جدا امام المصري هتكون يوم 11 من يناير يعني يوم الخميس الجاي ان شاء الله واكيد بنتمنى اللعبة النادي الاهلي كل التوفيق مباركة جميلة وتكلمنا فيها وحللناها وقلنا اللعبة هتبقى عاملة ازاي وتوقعنا بعد برضو التاكتكس والاستراتيجيات وغيره لكن في الاول في الاخر طبعا احنا سعداء ان انت بتخرج بالنتيجة اللي انت عايزها يا كريم بس برضو اللي بيزعلك شوية شوف شوية يعني ان انت بيبقى عندك فرصة ان انت تحرز اكتر اهداف اكتر وتسيطر اكتر خصوصا انت في باتش امبي كنت مسيطر بشكل كبير جدا على المباراة فالواحد قاعد بيتفرج شايف ان الاهل يقدر مرة جول واثنين وثلاثة واربعة كنا نقدر فدي شوية مش هتزعل بس ممكن تقلقك في اللي جاي على كل حال نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية ما نشوفش بعض الاخطاء دي او بعض المشاكل اللي عندنا او نشوفها بشكل اقل على الاقل طبعا المصر حيبقى ماتش مهم جدا يوم الخميس هيبقى فيه كلام كتير على مدار الاسبوع كده انا وانت كريم حنحلل ونتكلم في كل التفاصيل دي بس طبعا برضو يعني المصري نادي تقيل او فريق تقيل جدا عامل صفقات رائعة جدا مؤخرا عنده لعيبة كتيرة كلها نفسها ان هي تبان وتظهر وتثبت كفائتها في الملاعب فخلي بالحضراتكو تاني حنرجع نقول للنقطة دي اي فريق مهما كان ترتيبه في الجدول لما بيجي لاعب النادي الاهلي بيبقى ده واختلف تماما تيجي تتخضي طولها هو ده مثلا نادي فلاني هو ده شفنا اكتر من مرة كمان في اندية يعني مختلفة الفترة اللي فاتت كل التوفيق بإذن له عايزين برضو في الاول في الاخر نشوف كورة حلوة دي النقطة